في يوم الأيام بفتكر كواس جداً كان الاسم يعني حديث مصر كلها الكل كان بيتكلم على سعيدة عبدالعزيز وبيتكلم على وجهته المقبلة منافسة شرسة في الوقت ده كانت بين الخطبين الكبيرين في الوقت ده برضو الأهلي وزا بالك على ضم واحد من المواهب الوعيدة جداً في الكرة المصرية سعيدة عبدالعزيز اللي انضم للنادي الأهلي وحقق معه بطولات كتير ضفنا النهاردة في السادسة نرحب بيك ونقول لك بداية طبعاً أهلاً بيك في بيتك وعشتنا بقى لك فترة كبيرة غايب تحياتي طبعاً لحضرتك سيد أحمد ومنور ومتقلق دايماً الموصول والله وسعيدنا موجود مع حضرتك النهاردة ده شيء سعيدنا ويشرفنا بس قبل ما ادخل بالكلام هارجع معك فلاش باك للفترة دي ويمكن يعني الوسائل اللي عليهم والجماهيل الكرة في الفترة ما قبل انتقالك انت انتقلت من محلة صح كانت كلها مشغولة وكانت كلها بتتكلم الوجهة اللي جاية والصراع بين الأهلي والزمالك على ضمك تكلمني عن الفترة دي وكلمني على القرار خدتوا ازاي ومشوارك مع الأهلي شفتوا ازاي هو القصة كلها بساهمة قصة كبيرة قوي طبعاً انت في الوقت ده كنت أنا تقريباً 16 سنة يعني كنت بلع في الدور اللي عام وانا عام 16 سنة الحمد لله كنت منتخب النشئين في الوقت ده وقديت مبارات عالية جداً وانا في السن الصغير ده فجأة انت بتلاقي أهل وزمالك بيفوضوك فعارف انت الموضوع طبعاً صعب جداً يمكن الوضع مختلف يعني احنا في الوقت بتاعنا مختلف عند الوقت خارس زمان كنت أقل لمطش مثلاً تلاقي الملعب كله مقفول فطبعاً انت لما بتبقى محطوط تحت ضغطه من صغرك ده شيء بيديك ازاي تحمل مسئولية مظبوط ففي الوقت بالنسبة لي كان صعب جداً انت تلاقي الأهل وزمالك في يوم بيفوضوك الأهل حاجة كبيرة جداً التيم كان عالي جداً للي كان موجود كان مصر السوبل هو اللي ماسك في الوقت ده أنا فجأت بعد المطش ان هو يعني جي وقف معايا وبيترجم لنا احنا محتاجينك وكان رشحني طبعاً لكابتن محمد عمارة طبعاً المتشاثات المحترمة جداً طبعاً رشحني طبعاً لانه كان مسافر حنزا روسط اه تلاتين من في الوقت ده فلما رشحني الأمور مش يعني بدأ تمشي ان فيه مفوضات قصة بقى يعني هنا كان فيه ملبسات في حاجات بسيطة العقود والأهلي وكابتن سابت الله يرحمه كان جيه في وقت معايا كده بطل اتصل بيه فعارف انت خلى قلق شوية جيه في الوقت ده الزمالك طبعاً بقى كان يفوضني ان كان في الوقت ده كابتن حلم تولان عايز يعمل جيل المنتخب الأولومبي يخليه موجود في ناس الزمالك كان موجود عبدالطيف الدماني وكان موجود طرق السعيد وطرق السيد عبدالله رجب عبدالمنصف كل دول جيلك كل ده جيلي فانت خليل ده هو عايز يجيبه كله في ناس الزمالك فالوقت اللي كابتن سابت الله يرحمه ما فوضنيش فيه انا بدأ يخد الأهل انت عارف انت طبعاً يعني اي واحد يتمنى اهل الزمالك طبعاً يا ضوبك انا روحت وقعت الزمالك تليفون بعدها من اللي كابتن سابت بكل احترام بكل ادب انت عايز رعف الأهل ولا الزمالك قلت له انا عايز رعف الأهل قال لي لو عايز سرع في الزمالك تفضل عقد بتاعك يعني الله يرحمه يحسن ليه الله يرحمه وطبعاً ده مبادئ الناد الأهلي قلت له انا انا هوقع للناد الأهلي واتحمل الغرامة لان انا اخطأت ان انا روحت ووقعت الناد الزمالك شلت الكفالة كلها والغرامة كلها وعايز اقول لك ان انا قضيت احلى ثلاث سنين في القورة في الاحترام والمبادئ ويمكن زودتني اخلاقياً كمان يعني انا اتحطي لي حاجات كده الله يرحمه وكابتن صالح يعني اقعد معي قاعدة قال لي انت لازم تتعلم يعني ايه الرجولة والرجولة ان انت تتحمل مسئولية بالكلمة مش شرط العقد فعارف انت يعني انت كان في الناد الأهلي زي بقوله في التربية والتعليم فعلا فيه تربية وتعليم ايه فترة حققت فيها بطولات اعتقلنا كل يعني ده افريقيا حققتها بطولة دوري بطولة كاس طبعا ده العادي اي حد يخش الأهلي لازم يجيب دوري وكاس وبتهالي كمان الحاجات اللي ما تتنسيش انت من الجيل اللعب مع ماتش ريال مدريد طبعا 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 بوسرس احمد هو في الثلاث سنين انت رايح الناد الأهلي مش بتفكر غير في البطولة بس يعني انت مش انت يعني انت بتيجي تقعد دلوقتي مع اللعيب عشان تفاهمها انت يعني عشان انا السنة دي كنت الحمد لله كنت مدير فني في مسي الكيمة السنة دي فبتقعد مع اللعيبة وبتقعد مع رئيس السنة دي بتفهم يعني ايه تارجت وعايز توصل لايه انت الناد الأهلي داخل عارف انت عايز تخب بطولة اللعيب داخل عايز يلعب انا عايز العب وعايز اخب بطولة ما بيتفكرش غير في كده مش هتتكلم في ماديات لان حاجتك موجودة رئيس نادي محترم جماهير محترم لا انت بتكلم عن الناد القرن تتكلم عن الناد الأهلي فافضل ثلاث سنين قضيته في حياتي موسيقى